طيب دكتور سامح هل لست في عندنا أزمة منتصف العمر ولا ده بقى طاية القديم نا بقى آه الموضوع يعني أنا بحسه أنا على مستوى الشخصي كسامح يعني لأ بحسه أنه هو لا مش مش موجود ما بقاش زي زمانة لا مش موجود لأنه يمكن انفتاح المجتمعات بطريقة صعبة قوي فما بقاش في أزمة منتصف العمر بقى كلها حاجة متاحة من صغيره اللي كبير اه 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 وش هقولك الدنيا لما تطورت شوية سن الجواز بقى بيفرق أصلا الجواز كده كده بقى متأخر شوية عن زمان لا في ناس بتتجوز سنة ومش قادر تكمل في بعضو سنين عشرة وانكملين فالموضوع اللي كان التايتل ده كان زمان موجود صح بس ساعات بعد أقولك على حاجة بعد مثلا الخمسين أو ساعات بعد الاربعين الراجل فجأة بتغيره الست بتفضل زي ما هي يعني الراجل فجأة عايز يعيش حياته وفجأة عايز يحسي انه هو صغير فجأة إيه ده فسيت اللي هو إيه مالك يا بابا مالك يا حبيبي في اللي هو وقتا بابا بتغير ليه وهي خلاص بقى يعني إيه يعني مش هنقول بقى كبرت لا طبعا يعني بس اللي هي هي زي ما هي أيوة هي قدوا ممكن تكون أصغر منه كم سنة لكن هي الفكرة كلها أن هي شايفة أن التجاهات الحياة بقت كده دلوقتي لكن هو لا هو رجع وراء شويتين تلاتة الرجالة بقى دين نلحقهم بقى بدري بقى الشباب بقى دلوقتي نقول لهم إيه ما تقعدش اشتغل قوي ما تقعدش اشتغل واكتهد وابني نفسك وكل حاجة بس ما تشتغلش قوي وما تعملش كل حاجة بدري في حياتك قوي عشان عتيجي قدام تزهق هي دي الفكرة خلي بالك هو الموضوع بسيط هو أنت يعرف أول ما بيتخرج ما تفر بقى من كلية إيه بيبدأ أن هو يشتغل ويأخذ كرصات ويشتغل شغلانتين وتلاتة يخش في مراحلة الجواز فما بيستمتعش قوي في حياته يخش في مراحلة الجواز يجري عشان يأسس نفسه وبيت وشقة وعفش وحياة وجواز ومصاريف يفضل ضغط على نفسه عشرين تلاتين سنة